مستمرة هي الهجرة العكسية لنازحي الموصل من مناطقهم باتجاه المخيمات المنتشرة على أطراف محافظة نينوى وفي كردستان العراق في أحدث تقرير لها بشأن نازحي الموصل قالت وكالة فرانس بريس إن العشرات من الأسر تنزح يوميا باتجاه المخيمات إذ لا تزال منازلها مدمرة وغير صالحة للعيش الآدمي التقرير نقل شيئا من معاناة تلك العائلات التي خيرت بين العيش في خيم مهترئة لا تقي حر صيف ولا برد شتاء أو انتظار سقوط منازلهم فوق رؤوسهم في تجوالها بمخيم الخازر للنازحين تؤكد الوكالة الدولية أن النازحين في المخيم الواقع شرقي الموصل عادوا إليه قادمين من مناطقهم بعد أن وجدوا منازلهم في مناطق غربي الموصل مدمرة بالكامل مضطرهم للعودة إلى مخيم الخازر ويقول أغلبهم إن بقاءهم في المخيم يؤمن لهم ولأطفالهم في الأقل غذاءهم اليومي وهذه غاية لا تدرك بسهولة لمن هم في ظرفهم منذ ثلاث سنوات وحال هؤلاء المنكوبين على ما هو عليه اليوم لم يتغير شيء بالنسبة لهم باستثناء شظف العيش وتفاقم المعاناة ثلاثون ألف شخص عادوا إلى الموصل في وقت سابق يعيشون ظروفا اقتصادية مزرية بسبب الدمار الذي لحق بالمنازل والمدارس والمباني العامة وهو العدد الأكبر من أي مكان في العراق وفقا للمنظمة الدولية للهجرة وبينما يظل نحو ثلاثمائة ألف شخص من الموصل يقطنون المخيمات تتحدث الحكومة في بغداد عن إغلاق العديد من مخيمات النزوح بداع تحسن الأوضاع في المدن المستعدة من سيطرة تنظيم الدولة إلا أن الواقع والأرقام يفندان تلك المزاعم جملة وتفصيلا ترجمة نانسي قنقر